ايه زيكم وعملين ايه يا ربكم وفخير وفي احسن حال فيديو جديد النهاردة حبيت اسلم عليكم كده في اول الفيديو علشان بقى لي كتير قوي ما ظهرتش معاكم على القناة ازيكم الاول وحشتني جدا جدا قد الدنيا اعملي لايك بقى للفيديو علشان النهاردة جايبالك الروتين بتاعي كامل النهاردة الروتين ده بروتين يومي وانا رايحة انا وليلي المركز علشان اوديها تعمل جلسات التخاطب بتاعتها بنروح نوات حوالي ساعتين في كده في المركز بتعمل كزا حاجة يعني جلسات تخاطب وبتعمل حاجات تانية اه زي منستري وحاجات زي كده المهم النهاردة ده يومنا وكمان هحكي لكم قصة النص فرخة خليكم عايش انت اسمعوا قصة النص فرخة دي عشان انا هاخد رأيكم في حاجة كده اه فالمهم يعني ايه اه اول مصحيت صليت زي ما انتو شفتوا كده كنت وقفة على سجادة الصلاة والبست الاسدار بتاعي وصليت الظهر وبعدين دخلت على المطبخ كنت مبيتة المطبخ رايق بصراحة وكدش فيه اي موعين خالص والمهم ايه اه عملت كوباية النسكافيه الجميلة بتاعتي انا بستخدم نسكافيه ريتش اللي هو الاخضر ده وبعمله بلبن واوقات ما باستخدمش اللبن وبعمله بماية عادي جدا ولما بحتاج ان انا زود شوية نسكافيه بلاك اوقات يعني لما بكون مصدع ببقى حط حوالي ترفم علاقة كده نسكافيه بلاك عليه انا اصلا كنت غالية لبن يعني جنبي فكان جاهز عندي فروحت مستخدمة لبن مع النسكافيه المهم يا جماعة ايه هنفطر انا ولولي برضو ما جهزتش فطار يعني انا لما ببقى الامور على قدي انا والليلي بس بنستخدم مثلا كاكا سويسرول اي حاجة خفيفة كده ما بقى احتاجش ان انا يعني اعمل فطار واجهة نفسي لان كده كده ببقى جاهز الغداء والتاع فيعني ببقى اليوم بسيط يعني اا عندي ليلي اصلا لما بتصحى من النوم ما بتصحاش تفطر يعني بتصحى تاكل كاكايا او بسكوتا الصالة هي حبيت اوريكو الشمس كده دخل عندي ما شاء الله الشمس كانت جميلة جدا وكنت نشرت غسيل بالليل اا فدخلت لميته اا بعد ما افطرنا اا لميت كل الغسيل ويطبقتو المهم اخليكو معي زي ما قلتلكو علشان احكيلكو قصة النص فرخة ايو عطروحة في اي مكان علشان احكيلكو قصة النص فرخة المهم يا جماعة لمينا كده الغسيل وهندخل زي ما قلتلكو بقى الشمس كانت جميلة جدا بجد اليوم كان وشاء الله الشمس ريئة قوي والدنيا حلوة كده على فكرة الروتين ده تصور النهاردة وترفع النهاردة يعني ده مش فيديو قديم معي ولا حاجة خالص وزي ما قلتلكو عايزة رأيكم في الكومنتات اعملكو فيديوهات ايه الفترة الجاية علشان بردو ما نزهقش من الروتين عايزين عناية بالبشرة عايزين عناية بالشعر عايزين روتيني في الحاجات دي قلولي اكتبوا لي تحت في الكومنتات علشان اعملكو بردو ننوع مع بعض علشان ما تحسوش بملل يعني مش عايزاكو تحسو باي ملل خالص في القناة زي ما قلتلكو القناة دي يكون خاصة بي وانا اللي هشتغل عليها الوحدي انا اللي هعمل كل حاجة الوحدي فعايزاكو دايما تدوني افكار تساعدوني بافكار تقولولي يا عمير عمل لنا مثلا فيديو كزا هصوروه هرفعه لكو على طول ان شاء الله كل يوم فيديو جديد اه هنا طبقت الغسيل عايزا اقولكو بعد ما طبقته ليلي جات رميته على الارد والله العظيم بجد المهم يا جماعة الحتة اللي هي القماش البيضة دي كنت انا غسلتها يوم عملت الروتين بتاع تنظيف الشقلة وفاكرين كنت شلتها وغسلتها شنكا كلها طرق فطب عملتها بقى دلوقتي على الكنب كده بصراحة يعني لما بنبقى عاديين انا وبنتي بناكل حاجة هي دايما بتاكل كيكات بسكوت حاجة تقع منها هتفرفت منها فالحطة البيضة دي بتبقى كويسة ان هي تحمي شوية الانتري وكان عندي الترويزة دي بدأت يبقى عليها شوية تراب كده فروحت جايبة هو مش جلانس هو ماية كده انا عملها على ديتول بتبقى ريحتها حلوة قوي رشيت منها وجبت حتى تقومشها بيضة كده قطن وروحت مسحة الترويزة بتاعت الشاشة الروتين ده على فكرة يعني ممكن اعمله كل يومين تلاتة مثلا يعني اللي هو الكنس والتنظيف والحاجات السريعة دي ومسح الترويزات والحاجات دي هنا بقى جبت المقشة والكنسة سيجادة زي ما قلتلكم في الفيديو بتاع تنظيف الشقة ان المكنسة المكنسة بازت وللأسف محمد معرفش يعملها وقال لي لزم تروح لحد يعملها فلسه ما عملتهاش بصراحة بصراحة المكنسة حلوة قوي يعني ما بتكون موجودة طبعا بتريحني كتير يعني ما بلاقيش كمية التراب دي طبعا هي بتشفط التراب ده فما بيتبهدلش يعني لما باجي اكنس والتراب ينتشر كده في الشقة ممكن يرجع تاني على العفش لأ المكنسة كويسة في كده دخلت بقى المطبخ دي كوباية بتاعة الفطار والصانية وكان فيه كوبايات كده في الغرفة اللي هي بتاعة الشغل بتاعة محمد اللي بيشتغل فيها اللي هي بتاعة الاطفال كان فيه كوبايات قهوة وحاجات من بالليل خرقتها برضو وشوية موعين بسيطة يعني ما كانتش كتير وفضيت كل الحاجات اللي كانت في التلاجة عندي ملهاش لازمة الحاجات اللي كانت في الاطباق ملهاش لازمة والطاصة دي كنت سخنت فيها مش فاكرة كنت بسخنة فيها قرس او حاجة بالليل كبيرة دي فالمهم لميت كل الموعين قلت هاخسلهم الاول قبل ما ابدأ ان انا اطبخ يعني فطبعا دي الفقرة بتاعة الموعين لو بتزهقي من الفقرة دي وعايزة تجري الفيديو شوية براحتك لو عايزة تعودي تسمعي قصة النص فرخة فحطي لايك بقى يا حبيبتي وتعالي ما احكي لك قصة النص فرخة بص يا جماعة من كم يوم كتا كنت رفعت على قناة اميرة في بيتي فيديو عملت ستريبس ماشي؟ هزبالكو برضو في صندوق الوصفة المهم اطلعت فرخة كبيرة حوالي 3 كيلو لربح واخدت السدر بتاعها وقبل ما الفرخة تفك وانا قلت كده في الفيديو قبل ما الفرخة تفك يعني انا سبتها عملت شوية شوية عشان اعرف امسكها اسمها وسبتها تفك فكت 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 كان بسيط جدا وروحت شايلة فصلة الوركين عن السدر حتى انا وقتها قلتلكو انا بقطع سوابع الستريبس والفرخة مجمدة ليه؟ علشان اقطعها زي ما انا عايزة تمام؟ ده حصل مني في الفيديو لو حابين تراجعوا الفيديو تفضلوا روحوا ورجعوا علشان لازم تقطعي سوابع الستريبس والفرخة مجمدة افضل شكلها بيبقى افضل بكتير تمام؟ فانا روحت واخد الوركين كانوا لسا مجمدين ورحمة ابويا كانوا لسا مجمدين وروحت حطاهم في كيس وحطاهم في التناج ست فاضلة قالتلي انت ازاي ست بيت في ست بيت تعمل نص فرخة وتطلع فرخة تاخد منها نصها وترجعها تاني لفريزر في ست بيت في الدنيا تعمل كده فاحب يعني بصوا انا ما بحبش اغلاط في حد يعني اولا ولكن انا الحمد لله ست بيت غصبا عن عين اي حد ثانيا اه ست بيت شطرة تعمل كده ست بيت مدبرة تعمل كده ست بيت بتفهم تعمل كده انا خرجت الفرخة ويدوب بدأت تفك ورحت واخدها نصها ومدخلها نصها لاني انا والدتي بتجيب لي فرخ كبيرة وما بتبقاش ماما ما بتبقاش قدرة ان هي تقطع لي الفرخ وتكيسها لي متقطعة فقط ترخرة ان هي بتجيب لي اصلا وتغسل لي الفرخ وتسيبها لي فانا دخلت طلعت الفرخة وسبتها بدأت تفك يعني ما كانتش فكت وبعدين احنا الجو باردة اصلا الايام دي والجو جميل جدا وروحت متسايبة الوركين ومدخلاهم التلاجة المهم بكومنت ده جالي مبارح ماشي يعني حد بيقول لي في ست بيت بتعمل كده اه في ست بيت تعمل كده ست البيت الشطرة النظيفة المدبرة اللي بتفهم بتعمل كده ست البيت اللي بتفهم بتعمل كده وخدت الستريبس وعملت الستريبس وزبطت الدنيا ودخلت الوركين قلت يتعملوا في يوم تاني وطلقت الوركين يعني بصوا عايزة اقولكوا عندا في اللي قالتلي كده عندا فيها طلقت دول الوركين بقيت الفرخة يا جماعة اهم شفتوا حلويتهم وجملهم فرخة عملتلي في يوم استريبس طبق كبير طبق كبير فعلا دخلوا على الفيديو وشوفوه وخرجت نصف الفرخة التاني هو وكانت مجمدة وانا بقولكوا كانت مجمدة ودخلتها الفريزر واو لو مش مجمدة دي حاجة متخصش حد انا بقدم محتوى انت ملكيش فيه دي حاجة متخصش حد صح ولا انا غلطنة اكتبوا لي في الكومنتات انت لما بتخرجي فرخة انت كست بيت لما بتخرجي فرخة انت فردين اتنين انت وزوجك مثلا او انت وابنك وزوجك مسافر او انت وبنتك او وحستتي ان الفرخ كبير عليك هتعمل فيها ايه هترميها مثلا في الزبالة او الست الفاضيلة اللي قالت كده هترميها في الزبالة ولا ا тиعمل فيها ايه حضرتك معلش عشان بقى عارفين يعني حضرتك اتعمل فيها ايه اه المهم يا جماعة ما Lilz انا بتطولت عليكم في كصة النص الفرخة فانا ايه دم يتحرق بقى اقولت لا انا هطلع النص فرخة النهاردة وهعملها وهقول لها تعالي شوفي بقى النص فرخة بتاعتي التانية اهي نص فرخة التانية وكل مرة هطلع فرخة هعمل نص فرخة برضو وهرجع النص التانية في ريزر ولا ايه رأيوكو صحابي وحبيبي بقى يكتبوا لي تحت كده يقولولي لما بيطلعوا فرخة ويحسوها كبيرة بيعملوا فيها ايه نستفد من بعض برضو ناخد قراء بعض هترميها في الزبالة ولا انت كست بيت مدبرة هتعملي فيها ايه المهم يا جماعة الفرخة دي النص فرخة قصدي اه انا قطعت كده الدبستين والحطتين بتاع الوراق دول طبعا الفراخ مخصولة كواس جدا والدتي بتخسلها لي باللمون وبتزبطها بصراحة ما بقاش محتاجة اي حاجة وبتشلي طبعا الكبد اللي بين الفراخ دي اللي بينه الوراق والحاجات دي اه كنت كلت الفراخ دي عند ماما اخر مرة كنت عندها ان شاء الله لما اروح كده اصور لكم روتين كوي جدا من الارياف بقى اه عملتها في عرقها فقالتلي جربيها اميرة بعد كده في عرقها الفراخ فعلا طعمه مسكر جدا فحبيت النهاردة اعمل الطريقة دي معيكو عرقها ازاي بقى نجيب بصلايا وفلفلايا ونقطعهم مكعبات ونحطوهم في حلة كده على النار يا سلام بقى لو حتت زبدة وشوحتي فيها البصل ده زبدة فلاحي انما انا هنا استخدمت زيت عشان ما كانش عندي بصراحة زبدة وروحت بنزلة الفراخ بعد ما اتغسلت كويس وتصفت من المية ونزلت عليها السبع بهارات وفلفل اسود وكمون وملح بس كده ورق لورة وحبها وسبت بقى الفراخ دي قعدت تنزل ميتها كده يا جماعة وتشرب المية بتاعتها وقطعت عليها طمط مية ما شاء الله بجد ما حطتش مية خالص يعني هي مية بسيطة جدا اللي كنت شطفت كنت عملت ضماطم للمانكرونة هتشوفها دلوقتي شطفت بس الخلط وحطيته على الفراخ تمام لولي بتسلم عليكو ازبقت قدوا واعملت زرنا كمان وبتقول لكو دعوالها كتير علشان تتكلم وتبقى اشطر بنوتة في الدنيا صح يا لولي هدا بقي قشطر بنوتة انتي هتبقي قشطر بنوتة ولا ايه قولي لهم يلا قولي لهم لولي اشطر بنوتة صح لولي اشطر بنوتة سOMAITH اللي يبتد حاجعي وبتقول لكم دعولها علشان تتكلم كده وتبقى شطورة صح؟ إن شاء الله بص يا جماعة هنا بقى كنت بعمل طماطم علشان الفراخ علشان أسفل مكارونا بس كانت طماطم كتير عندي وكانت قرب الطبوز يعني يدول شوية كده فقلت إيه أخسلهم واخد منهم اللي ينفع للمكارونا واللي ما ينفعش هدخله التلاجة يعني يبقى الاستلطة قدام عيني كده بدل ما هي مرمية في درجة التلاجة وأنا مش باخد بالي منها فقطعت شوية حطتهم في الخلاط عايز أقول لكم الخلاط عندي أصلا اتكسر من تحت وعايز عايز بتاع خلاط دور خلاط جديد بس أنا بصراحة مش عارفة المولانكس ده أجيبه منين ولا ليه توكيل ولا إيه فبرضه لو حد عارف يفيدني في الموضوع ده يفيدني دي المحضرة الطعام الكبيرة اللي هي المولانكس الكبيرة اللي هي كذا استخدام دي فالمهم يا جماعة هروح دلوقتي أضرب الطماطم دي وبعدين نعمل الصلصة بتاعة الماكارونة طبعا أنا أخدكم معايا دلوقتي وأنا روح على المركز عند ليلي أخدكم معايا وهوريكو الدنيا برضو كده وأنا ماشية فكملوا الفيديو للآخر عشان إن شاء الله يعجبكم يعني وزي ما قلتلكم قلولي قلولي عايزين فيديوهات إيه الفترة الجاية بصوا هنروح هنا نشوف الفراخ ما شاء الله بقى عملها تغلي كده وتفرز ميتها وهي دي في عرقها كده زي اللحمة اللي في عرقها بس يطعمها فعلا حلوة قوي مامتي زي ما قلتلكم آخر مرة قلتها عندها وراح أتعملها لي تحت الشواية بعد ما استوت دخلتها تحت الشواية أنا هعملها برضو معاكو كده خدت لون بس بس ما شاء الله طعم اللحمة يا جماعة مسكر قوي أحسن ما تسلقيها بكتير بكتير يعني طعم اللحمة مسكر كده ومستوية مع نفسها حلوة بجد هنا حطيت مية علشان المكارونا وجبت حلة تانية على النار حطيت فيها شوية زيت عافية وصفيت الطماطم أنا بحب أصفيت الطماطم مش عارفة برضو أنتو زي ولا بتحبوا تحطوها عادي يعني أنا بحس أن هي جده أحسن يعني بدل ما يبقى فيها حاجة تعد البزر بتاعها بيبقى قرق شوية تحت الدروس كده فلا أنا بحب أصفيها أفضل يعني فحطيت الطماطم هي بقى العلبة دي هحط فيها شوية مية واشطفها وحطها على الفريخ ما حطيتش مية تانية خالص خالص بقى سبتها استويت مع نفسها كده هنحط بقى دلوقتي البهارات بتاعت المكارونا هحط كمون وفلفل أسود وملح بس عادي جدا يعني البهارات العادية المعتادة بتاعيزنا ونغطي بقى على الصوص ده ونسيبه يستوي مع نفسه فيه ناس بقى بتحططوا مية عايز أقول لكم بيبقى طعمها حلو جدا جدا بس أنا هقولت عملها خفيفة عشان برضو ليلي وكده من غير طوم أو أي حاجة ونزلت المكارونا هعمل المكارونا اللي هي القلم اللي هي أسفل الشرايط الطويلة دي الاسباكاتي وبعدين هحط معاها شوية زيت واسبها بقى تستوي شوية وقبل ما بتبقى خلاص هتاخد استويها الأخير يعني ببقى فيها تكة بسيطة كده بروح رفعها من على النار ومصفياها أو شطفها بمية بردة حتة الشاطف دي اختياري يعني فيه ناس بيبقوا يشطفوا المكارونا وفيه ناس لا فأنا بصراحة أما بشطفها بحس المكارونا أفضل وهنروح نلبس بقى أنا وليلي علشان كان معادها في المركز الساعة خمسة وهنا بعد ما لبسنا قلت أسلم عليكم كده في حتنا من الفيديو ونزلنا رحنا المركز بتاع ليلي هنا كنا في الطريق فقلت أخدكم معايا برضو كده جولة على السريع في الشارع هنا بقى لما رجعنا كانت الساعة تمانية ونص لإني عديت جبت شوية حاجات برضو فطلعت الفراخ احنا متغدناش طبعا قبل ما ننزل طلعت الفراخ وحطتها في طبق كده استلس ودخلتها تحت الشواية تاخد لون وقلت أحمر بطاطس كنت جايبة بطاطس معايا قلت أجربها شوف برضو هي تطلع حلوة ولا لأ لأ لعني جبت بطاطس كذا مرة اليومين دول للأسف طلعت سيئة جدا اللي هي بتحمر بقى ومسكرة والحاجات دي فقلت أجرب دي بصراحة طلعت حلوة عجبتني بس مش حلوة لدرجة البطاطس بقى اللي هي معرمجة والحاجات دي يعني هي لطيفة يعني مش سيئة يعني فأشرت كده حب بيتين وقطعتهم وقلت إيه أشوف هتطلع عاملة إزاي فزي ما قلت لكم بقى قصة النص فرخة دي عجبتكم ولا إيه؟ قلولي رأيكم تحت في الكومنتات يا جماعة يعني كنت ترمي نص فرخة في الزبالة مثلا ولا أعمل إيه؟ الوركين بتوعي الفرخة اللي أنا خدت صدرها دي كنت ترميها في الزبالة؟ ولا كنت تعمل إزاي جماعة؟ قلولي كده؟ المهم بقى إيه؟ هنحمر هنحمر بقى البطاطس دلوقتي خد يا لولي لولي خد نحمر بقى البطاطس ونطلع بقى شوية مخلل من اللي أنا عاملاه عاملة مخلل الخيار حلو قوي وعملة مخلل أرنبيت قلتلكو على طريقة الأرنبيت اكتبوها تحت في كومنتات ومحدش عبرني مارثيت قلتلكو بتعملوه ازاي بتسلقوه ولا بتحطوه ناي عرفوني بقى يا جماعة لو حد بيعملو حلو يعرفوني هنا كنت بدخل بقى المواعين اللي أنا غزلتها الصبح سبتومي تصفو وهنا لما رجعت بقى من المركز معلولي قلت أدخل المواعين بقى وفضي الصفاية دي خالص دي الحلل بقى اللي أنا استخدمتها في الماكرونة والفراخ والحاجات دي قلت أخسلها علشان يبقى كده خلاص المطبخ نظيف ده المخلل شايفين هنخرج بقى البطاطس دلوقتي على المنازيل دي وهخرج كمان الفراخ بعد ما أخرجتهم دحت الشواية جربوا الفراخ بالطريقة دي فعرقة حلوة قوي بجد وعايزة أشكر كل أخواتي وصحابي وحبيبي اللي بدعموني بكلام حلو بجد بجد والله العظيم عايزة أشكركم واحد واحد بحبوكو جدا جدا بحبوكو في الله قوي وانتو ناس محترموا على دماغي وأي حد بيشجعني عايزة أقول لكم أن أنا بنزل فيديو كل يوم بسبب كلامك وتشجعتك وحيات ربنا وحيات بنتي بنزل فيديوهات كل يوم علشان خاطر كلام كل بيشجعني بجد بتدعموني وبتخلوني عايزة فعلا أنزل لا في ناس عايزاني لا أنا هنزل واستمر فربنا يخليكم لي ويدمكم نعمة في حياتي بعد بقى ما خرجت البطاطس طبعا الزيت انتو عارفين بيبقى يبهدل الدنيا شوية على البوتاجاز مش بخسله يعني لوهو بجيب فوطة كده مبلولة وبروح بس منظف البوتاجاز على السريع وهو سخن بينطف كويس جدا لو سبتي بقى الزيت والدهون تبرد عليه بيبقى صعب بقى فتنضيفه في واحد كده عماليه جياخد بطاطس ويمشي خلص نصها تقريبا من ونقف هنحط بقى الفراخ الجميلة بتاعتنا النص فرخة الحلوة زي نص فرخة الجميلة الرائعة دي شايفينه النص فرخة حلوة زي والله العظيم مستغربة قوي الناس اللي بتكلموا بيقولوا نص فرخة مش فهموا والله المفروض فرخة كبيرة عندي مخرجة ارمي بقى نص فرخة تانية ولا اخد نصها وارمي نصها ولا اعمل ازاي جماعة مش عارف مش عارف ده انها طلعت نص فرخة مخصوص النهار ده عشان كده المهم ما علينا مش موضوعنا فخرجنا بقى ايه حطيت الاكل على الرخامة خرجته وهنا بدأت اغرف المكارونا كنت اصلا هديت عليها في الاول اول ما جيت كده روحت مهديها عليها خالص وسبتها تسخن كويس بس غرفت الطبقين بتوعي انا ومحمد هي للي غالبا بتاكل من الطبق بتاعي يعني ما بقاش عاملالها طبق مخصوص بصراحة فيعني انا وهي بيكفينا طبق واحد وهي كانت نايمة يعني هي صحيت واحنا في اخر الاكل هي جات من المركز نامت بصراحة بتيجي تعبانها اصلا فبتروح داخلها نايمة وما صحيت اكلت معانا كنا احنا في الاخر بقى يا رب يكون يومنا كله عجبكو ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة